خطوات جديدة ينتهجها العراق في ملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي الذي كثف هجماته الارهابية على المدن العراقية خلال الاسابيع الاخيرة عبر القيام بعمليات تعقب ومطاردة بالاستعانة مع الجهد الاستخباراتي في تلك المناطق والعمليات الخاصة لجهاز مكافحة الارهاب خبراء اشاروا الى ان رؤية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقيادة المسلحة العراقية فيما يخص العمليات العسكرية التي انطلقت لملاحقة فلول تنظيم داعش في جباهات متعددة في العراق تختلف عن الرؤية التقليدية التي اعتمدتها الحكومة السابقة في ادارة هذا الملف الخطير رؤية السيد الكاظمي والقيادة المسلحة العراقية تختلف عن الرؤية التقليدية التي كانت موجودة في الفترة السابقة أقصد في حكومة المستقيلة السيد عادل عبدالبهدي أنهم يبدأون بعملية إخراج الثعلب من جحره ثم بعد ذلك يبدأون بعمليات تعقيب ومطاردة بالاستعانة مع الجهد الاستخباراتي المناطقي وبعمليات خاصة لجهاز مكافحة الأرهار مراقبون أكدوا أن قيادة العمليات المشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحجدين العشائري والشعبي اعتمدت على العمليات الخاصة والجهد المعلوماتي المحلي إضافة إلى القوى الجوية للتحالف الدولي قمت أولا بعملية تشريد قوات داعش متبعة مبدأ إخراج الثعلب من جحره ومن ثم ألفتك به انتهت العمليات الأخيرة التي قادتها قيادة العمليات المشتركة بمختلف صنوات الجيش العراقي شرطة الاتحادية وقوات النخبة إضافة الحجد العشاري والشعبي بتحت عنوان إرادة العراق التي استطاعت أن تجزع على كثير من مظافات ومخابئ تنظيم داعش وكانت تعاضي الأكبر لها إلى ضربات القوى الجوية التي تتبع التحالف الدولي حيث استطاع أن يصطاد أكثر من 40 إلى 50 داعش بمخابئ صعبة الوصول إليها عن طريق الحركة البرية تزمنت هذه العمليات الأمنية مع انطلاق الحوار الاستراتيجي مع واشنطن الأمر الذي يجعل العراقيين يترقبون كيف سيكون واقع الملف الأمني في العراق خاصة وأن الولايات المتحدة تساهم في عمليات مكافحة التنظيم الإرهابي وهل سيتولى العراق بمفرد هذه المعركة أم سيكون هناك شكل جديد يتناسب وخطورة هذا الملف بالنسبة للعراق